مشكلة الدواجن هنتكلم على أبعاد المشكلة وبعدين نشوف إيه الجهد اللي عملته الدولة لحل هذه المشكلة ونحط معاهم إزاي بس الناس تفكر و أنا جزء من ده رضيت عليه من شوية إزاي نستفكر ده الدولة تريد تدمير صناعة الدواجن طب ليه هي تحملت الضريبة العقرية سؤال بسيط ليس إيه ليه بتزرع حاجات أكتر عشان تدخلها فيه خلونا يعني نذهب إلى دكتور خالد مصطفى خبير صناعة الدواجن وعضو مجلس إدارة التحاد العام لمنتج الدواجن منورنا نورك إزاي يا دكتور أهلا بي عمل إيه كل تمام إيه هي أبعاد هذه المشكلة طيب يعني قبل ما ندخل في أبعاد المشكلة زي ما بقولوا كده الانطبعات الأولى تدون أي أنا عايز أحط شوية حقائق ثلاثة أربع حقائق كده نتطفق عليها ثم ندخل في المشكلة والوضع اللي إحنا بيش رقم واحد إن الأمن الغذائي المصري القيادة الساسية بتاعي إنه هو حاجة مهمة جدا جدا أولوية قصوة قصوة زي ما شفنا إن أسواق كتير وحضرات كان عندك فقرة سابقة إن إزاي العالم تغير بعد الحرب الأوكرانية الروسية ومشاكل التضخم ومشاكل في السابلايتشين في العالم كله ففي مشاكل في الغذاء اللي هو إيش في إيدك فإحنا النهاردة إن الأمن الغذائي ده حاجة مهمة جدا جدا إن إحنا ننتجه وإحنا عندنا في مصر منتجين للدواجن قدروا يحققوا اكتفاء زي اكتفاء زي فأنا يعني بتصور إن الدولة أكيد حريصة جدا على حماية الأمن الغذائي المصري زي محمة أمن مصر وعادة الاستعادة الأمن لمصر ده ما فيش فيه خلافها الحقيقة التانية إن زي ما قلتها في سياق الكلام إن إحنا عندنا منتجين في مصر قدروا على مدار أكتر من 30 سنة يحققوا اكتفاء زي من البيض ومن الدواجن وإن الفرخة فرخة الدجاج الأبيض التجاري أنا بمثلها كمصدر بروتين حيواني يا يوسف بي أنا بمثلها هي الخبز أهميتها تصل أهمية الخبز كمصدر بروتين حيواني لأن إحنا ما نعرفش النفس في اللحمة لما الفراغ بتغلى بيغلى معاه مصادر البروتين الحيواني الأخرى وقد كده كلنا وبالسوشيال ميديا بكل المصريين عرفوا أهمية البنية بتاع الفراغ وإحنا فالفراغ مهمة جدا فدي حاجة من النقطة المهمة سبب اللي هيحصل أي أن كان هو يعمل خلل في السوق لابد أن تتدخل الدولة مع المنتجين أو تستورد لتثبت السوق لفترة مؤقتة لازم الناس تبقى فهمة أنه ده قرار مؤقت في فكرة أننا لو اتدخلت عشان أثبت قليات العرض والطلب في حاجات بتبقى بتسميها كده حتى الناس المستثمرين في نفسه يعني أما بيديروا بيزنس ساعات بيأسس الشركة تعمله في شغل تثبت له بديني يعني يشتري حاجات ويخزن ويعرض ويعمل وهكذا طيب النقطة الأخيرة أه كابلي فاني الحاجة التانية المهمة أنه زي بيقول لحضرتك أن المنتجين حرسين جدا على الصناعة دي اللي تعبوا فيها على مدار سنين وأسسوها زي مسيلتها في أوروبا وفي أمريكا وفي كلها هي صناعة متكاملة الحلقات على مدار يعني هي انشأت من الستينات ثم تطورت لغاية لما حققت الاكتفاء الزيت زي ما شوف كويس دي حقائق سابتة يعني لا تقبل التغيير ووجب عرض هذه الحقائق قبل ما نبدأ المناقشة من وجه النظر طيب هنا تبدأ المناقشة بأنه أنا دايما من أنصار أنه عايز تكلم على مشكلة تعالى نجيب أولها فين بوزرها روتكوز ونشوف بعد كده إيه اللي بيحصل روتكوز أنا ألساس حاجة أول هاي تمام إيه الأبعاد بتاعت المشكلة دي مسمبتها إيه اللي حصل بقى هنا يوسف بي في الحتة دي في الدواجن يعني خلي ندخل حتة فنية في الدواجن شوية إن الدواجن دي ليه إحنا هي زراعة على فكرة يعني فيه ناس تقولك الدواجن دي ما هيطبع وزارة الزراعة بس ليه إحنا بنوه عليها صناعة الدواجن صناعة الدواجن لأنها قائمة على حلقات حلقات إنتاجية هذه الحلقات الإنتاجية بتسلم بعضها متكاملة عندنا حلقة جدود هي حلقتين يعني نشاطين كبار نشاط إنتاج اللحم ونشاط إنتاج البيت نشاط إنتاج اللحم يبدأ بالجدود ثم الأمهات ثم دجاج التسمين إيه اللي حضرتك وأنا بكله سواء بنشتريه من محل الفراخ أو من السوبر ماركت ثم حلقة أخرى هي حلقة نشاط بيد المائدة اللي هي بتنتهي بطبق بيد المائدة اللي بيجيبه المواطن البسيط بيجيبه من البقال أو بيجيبه من السوبر ماركت برضو قبلها حلقة اسمها حلقة دجاج البيض ثم حلقة أمهات البيض أنا هتوقف عند النقطة دي وهستأزن في فاصل وهنرجع نكمل الكلام مع دكتور خالد مصطفى لو سمحتوا استنون لأ ده موضوع الدواجن ده مليان تفاصيل وعنين الحديث في الفصل خانيه بقى عدت أفهم شوية حاجات كده بسيطة يعني خانونا نجدد الترحيب بضفن العزيز دكتور خالد مصطفى خبير صناعة الدواجن وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فالبعض اضطر في ظل الأزمة إلى أنه يدبح المكان يدبح المكان والبعض كان يقدر بملاء ملايا زي ما أنا فهمت في الفاصل أنه يستمر في الحفاظ على هذه المكانة اللي هي الأمهات بالضبط طيب وبعدين؟ الدولة أوفت وعدت بالإفراجات زي ما شوفنا صحيح وبدأت الناس تاخد الثقة وبدأ مربي التسمين يبدأوا يشتغلوا والدورات بدأت يعني التسكينات تتم وإحنا بنتوقع أن هذه التسكينات اللي حصلت من مربي التسمين وبدأت قطعان الأمهات يعني مربي الأمهات بدأوا يشتروا قطعان جديدة من شركات الجدود عشان الحلقة بقى أقول لها الصناعة تدور واللي حصل بقى أن الحتة بتاعة السعر اللي زادة يعني أكيد دي هي المصاري التساول والأزمة أن السعر عندنا في شهر 12 كان إحنا بنتكلم لسه في حاجة وثلاثين أسعار الدواجن وأربعين بقى بدأت تتحرك شوية إحنا عملنا بقى متوسط في يناير 55 متوسط الشهر كله ومتوسط فبراير لغاية ما إحنا بنتكلم 74 مع الوصول لزروة في بعض الأيام في فبراير وصلنا لـ 80 جنيه ده نتيجة إيه؟ نتيجة أنه كان حصل توقف قبل الكلام ده بشهر ونص توقف تام فعد الفترة بتاعة الدورة بفراغ تام في المزارع فمفيش كارت فما بين الإفراج لحين استعادت الإنتاج لازم بمر بالدورة لازم بمر بالضبط حصلت الدورة اللي فيها الفراغ دي وأثرت على السعر هنا في حاجتين يعني إحنا كنا بنتوقع بشكل كبير جداً أن الإنتاجيات هتبدأ تزيد والأسعار هتبدأ تهدأ لكن ما ننساش أن تزامنت الفترة دي مع السحب بتاع تخزين لرمضان يعني إحنا بكل أنت عارف مصر بتستعد الرمضان طبعاً فإنهم طاعم وبيوت وكله بيستعد الرمضان لكن الدولة خدت القرار الخاص بإسترات كميات من المجمد المستورة لسد فجوة لسد فجوة لمرحلة زمنية لمرحلة معينة مؤقتة ده دخلة رمضان من الآخر يعني آه بالضبط كده أنا النهاردة تزامن معها لحسن الحظ واللي إحنا كنا بنقوله إن بدأت الدورات تباعاً تظهر في السوق دورات الإنتاج المحلي وعلشان كده ممكن إحنا بنقول دلوقتي وإحنا مع بعض إحنا أول مبارح السعر كان 80 جنيه تقريباً مبارح سقط ل69 النهاردة السعر المعلن 64 64 ده مزرعة ده فارمجيت فارمجيت خلينا نتفع على إن دايماً إحنا بنتكلم عن فارمجيت لإن ما بعد الفارمجيت هي حلقات وسيطة ده زي ما كده بنقول في شغل الحديد ما سأقول لك إيه سعر أرض مصر أرض المصر يعني ده سعر المزرعة وبعد كده يخرج بقى من المزرعة بالسعر ده يروح بقى لتجار الجملة يروح للمتاجر الكبيرة السلاسل بالزبط إلى آخر وبالإضافة زي ما أنا قلت لحضراتك سعر العلف هو التكلفة الأقل بالزبط وزي ما أنا قلت لحضراتك هي القصة هنا قصة اللي إحنا محتاجين العلف ليه لأن العلف حيشجع الاستثمارات إحنا لو قدرنا نعمل زراعات تعقودية وده حصل ومعالي رئيس الوزراء كان فيه اكتباع ومعالي وزير الزراعة أعتقد يعني النقطة دي مهمة جداً بالنسبة له وتتكلم فيها كتير وللأمانة عمل فيها اجتماعات سابقة ولكن كانت المشكلة أنها يعني يعني الدولة ما بتدخلش فيها بتقل فالمرة دي أعتقد الموضوع بقت الدولة دخل فيه بتقل جامل حلو وحددت فيه هي أسعار في الاجتماع الأخير بتاع معالي رئيس الوزراء للدورة وللسوية ودخل معاه عباد الشمس علشان نشجع الفلاح المصري ونديله سعر دمان يزرع كميات كبيرة ويبقى عارف أنه هيربح هيربح من الزراعات دي ده يعود علينا أن إحنا نقلل كميات الاستراد ونطمن المربي بتاع الدواجن والإنتاج الحمالي بشكل عام أنه أن إحنا يعني الخامات العلاف هتكون موجودة الكلام ده لو تنفذ هو ده اللي فعلاً هيكون ليه تأثير حقيقي على التكلفة وزيادة حجم الإنتاج لأن كل ما حجم اللي أنا مؤمن بأن حجم الإنتاج لما هزيد هو ده الدرايفر الحقيقي لخفض السعر هي معادلة اقتصادية طبيعية يعني ده أول اقتصاد بالضبط والله أنا عندي معروض أكبر من حجم الطلب السعر هيقل ده طبيعي جدا بالضبط وهو ده اللي احنا متعودينه في الصناعة دي احنا بنقول عليها فلاطيل يعني إيه اللي انت تحركت لا السعر الدواجن دي عامنا زي القوطة كده يوسف بيه يعني مجنونة ولا نبي ولا حاجة والنبي أنا فجل أبسط من زلك في كتير هي يعني متحركة يعني المرونة بتاعتها وتأثر سعرها بأي كميات في العرض والطلب بيبقى واضح أنا بالنسبالي كان واضح من اللحظة الأولى أنه إحنا مقبلين على رمضان كل سنة وإحنا كلنا طيبين واللهم بلغنا رمضان ده مش بس كده أهلينا كمان المساحين عندهم صيام الخمسة وخمسين يوم فهيبقى بعد الصيام بإذن الله هيفطروا إلى آخره فلازم الدولة كانت تتحرك لسد هذه الثغرة أو الفجوة الغذائية ودي أحد أدواتها ده أداية أحد أدواتها مش في الدواجن بس يعني برضو عايزين نكون يعني واضحين في الحتة دي هي أحد أدوات الدولة سواء في الدواجن سواء في أي سلعة تجد أنا مش عايف أشكرك إزاي حقيقي أولا طمّنت قلبنا أنا مش عايفين أشكرك إزاي دكتور خالد ألف ألف شكر لحضرتك كل الشكر للدكتور خالد مصطفى خبير صناعة الدواجن وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر المحروصة بتعبيري الخاص